موسيقى يا مساء الصحة والخير والجمال على كل مشاهدي سي بي سي من كل الدنيا وحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا من الأولويات اللي كلنا بندور على وجودها في حياتنا هي الصحة وده لأن طول ما الشخص سليم نفسيا وبدنيا بيقدر يبدع بيقدر ينتج وبيقدر ينجح ويكتشف دايما كل جديد عشان كده احنا في صحتك بالدنيا بنهتم دايما أننا نغفر لكم أهم المعلومات والنصايح الطبية والحقيقة معايا النهاردة معلومة مبهجة جدا بتقول أن فنجان من القهوة يوميا سلاح فعال لمواجهة السكري والسرطان الدراسات أثبتت أن تناول فنجان قهوة يوميا بيساعد في تقليل الإصابة بمرض السكر من النوع التاني ده غير أن القهوة بتحد من احتمالات الإصابة بمرض السرطان بنسبة 20% وممكن النسبة دي تزيد لـ 50% وده بالمواطبة على شرب أربع فنجين من القهوة يوميا وعشان نعرف أكتر مشاهدين عن الخبر ده معانا على التليفون دكتورة دعاء زكريا أستاذ بكلية الطب جامعة تعين شمس واستشاري التغذية العلاجية أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا يا فندم مبروك البرنامج الجديد ربني ووفقك دايما يا رب شكرا جزيلا يا دكتور مبدئيا نحن بنتكلم عن خبر مبهج جدا لأنه هو داخل في العادات الغذائية بتاعة كل الناس بس فيش حد فينا بيقدر يعيش من غير قهوة فخلينا في البداية يا دكتور نتكلم عن القيمة الغذائية للقهوة وفوائدها طبعا أنت عندك حق القهوة أكتر مشروب بيتشير بحول العالم يعني أكتر بيفرج الناس كلها والشعوب كلها أجمعت علي مش القيمة الغذائية هي القهوة جواها مواد بتخليها مضادة للتأكثر فبتقلل الحمل بتاع الشوارد الحرة اللي هو مسؤول في النهاية أنه يوضع الجسم في خلف التهاب مضمنة ويبقى مؤهل لحدوث الأمراض علشان كده البحث الحديث الجديد شاف أنه له علاقة مع حريك دكارتي السكري والسرطان الحقيقة طول ما احنا شتنين على ملضات الأجسادة احنا بناش ناختنى من حاجات تانية كتير جدا جدا والدراسات على القهوة بقالها سنين وقديمة ولم تنتهي وأثبتت علاقات أهم من كده كمان ومش بس بقى أمراض القلب والشرائين التاجية كمان تلايف الكبد بتقلل التلايف كمان لها علاقة بالذهايمر كمان لها علاقة بالمود تحسين النوم بالذات لو شربت بالنهار مش بالليل يعني الأهوة غير التأثير العضوي لها كمان تأثير على الصحة الزهنية المحالة المزاجية وقال إن التفاين نفسه له تأثير على الموقت بس فيه شروط هنا علشان نقول الخبر لازم نقوله بشكل متكامل أول حاجة لازم نعرف إيه هو نوع القهوة اللي ممكن يكون سرحي إطلاقا مش محسوب منها القهوة سريعة التخدير بغض النظر عن اسمها التجاري ولا القهوة اللي هي كلاتة في واحد اللي فيها مبيضات وفيها دهون مهدرجة مش هو ده خالص النوع اللي احنا نقصده هو أكتر حاجة بتكون مفيدة البن المطحون بشكل فرش هو ده اللي فيه بقى أنت أقدمت وهو ده اللي ممكن تكون كل الدراسات بتتكلم عنه يجي بقى فيه القهوة التركي القهوة العربي الاستراستو القهوة الأمريكية أين كان شكلها لكن الحاجات اللي موجودة محفوظة أو الكافيين اللي موجود في معلبات أو الحاجات اللي معمولة بشكل مصنع الفاكس اللي فيه ثلاث حاجات مع بعض ودهون مهدرجة ده بالعسف يصنف تحت المصطوبات الضر حاجة مهمة جدا كمان إنه مش كل الأشخاص زي بعض في القصة ده لأن القهوة علشان أو الكافيين علشان بجسم يتعامل معاه لازم يكون فيه انزيمات معينة علشان تقدر تتخلص منه الأبحاث أثبتت إنه فيه هنا اختلافات جينية من بشر لبشر ففيه ناس ما بتعرفش إنها تتخلص من الكافيين بسهولة الناس دول لازم كمية القهوة بتاعتهم تبقى limited يتجاوزوش أبدا في نجان واحد منهم يعني معنش اسمحيلي يا دكتور يعني بالكلام ده حضرتك تقصدي إن فيه ناس ممكن حب القهوة عندها يسبب إدمان للكافيين قصة الإدمان قصة مختلفة لكن أنا بتتكلم على طبعا ده كلام أكيد مش هنختلف عليه إنما مش كل الأجسام البشرية عندها القدرة إنها تتخلص من الكافيين بنفس الكفاءة فيه واحد ممكن يشرب أربع فنجين قهوة ويتخلص منهم بكفاءة وما تعملوش أضرار فيه واحد تنجان قهوة واحد ما يقدرش يتخلص منه بشكل كويس ويبدأ يعمله ضربات قلب سريعة وقرق وما يخليوش ينام في البلد كده ببساطة فيه واحد يشرب تنجان قهوة ويدخل ينام عادي وفيه واحد لو شيرت تنجان قهوة يفضل يومين ما بينامش فهي دي الحاجة اللي عايزين بس نلفت النظر لها عشان الخبر يبقى متكامل القهوة فيها مضادات أجسدى فيها موايب جذائية مكيدة جدا حاجة سماعة فينون وحاجات زي كده بس بشرط نمر واحد يكون جسمي أنا عارف يتعامل معها وبكون أحصل عليها من المصدر الجيد مش من ضمنها القهوة سريعة التحضير وبحذر الناس منها والقهوات اللي فيها الثلاثة في واحد المبيضات والذهون المهدرجة الكثيرة والسكريات الكثيرة اللي في الثلاثة في واحد ده مشكلة جديرة جدا جدا دكتورة دعاء زكريا وستاف بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري التغذية العلاجية شكرا ليكي على المدخلة دي وشكرا على المعلومات القيمة في الآخر مشاهدينة يعني كل حاجة ممكن يكون لها فوائد وممكن يكون لها أضرار ده بيعتمد على الفرد على الكمية على النوعية على الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المنتج وعشان كده احنا هنفضل على طول موجودين معاكم عشان نساعدكم ازاي تاخدوا الحلو من كل حاجة خليكم معنا